انهاء اجراءات تشكيل الحكومة بموجب اتفاق الرياض وتسريع عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها وانقاذ الكارثة الاقتصادية التي بلغت اسوأ مستوياتها او لتحمل مسؤولياتها الدستورية تجاه الوضع الانساني المتردي هو ما يطالب به اليمنيون حاليا بلاحظة لا يعني ترحيلها الا مزيدا من الانسحاق بين فكي الفوضى والمجاعة يقترب سقف الدولار الامريكي من الالف ريال يمني لاول مرة في تاريخ العملة المحلية التي سجلت اخطر انخفاض في تاريخها باقل سعر صرف منذ دخول الريال مرحلة الانهيار المتلاحق مع جائحة الحوتيين الفين واربعة عشر حين تنهار العملة ينهار كل شيء الامل والمعلويات والبلد والناس لكن اتفاق الرياض يبقى مصدر امل يمكنه ان يفتح نافذة على تفاؤل بحياة كريمة وامنة بعيدا عن انياب مجاعة مكشرة لا يريد اليمنيون من اتفاق الرياض ان يمنح بلدهم المتخن بالفقر والجوع عصا سحرية لتحيل خرابه الرميم الى انهار من عسل ولبن بل يريدون ان تعود الحكومة الى بلدها لتتحمل مسؤوليتها الدستورية والاخلاقية تجاه شعبها ثمانون بالمئة من السكان اليمنيين باتوا معدمين من الغذاء الضروري تضاعفت الاسعار بشكل جنوني وتدهور اقتصاد البلد الى قاع السحيق وبإمكان المجتمع الدولي وتحالف دعم الشرعية ان يفعل الكثير لانقاذ ما يمكن انقاذه وتفادي كارثة المجاعة تلك مسؤولية تفرضها التزامات سابقة للدول المانحة من اصدقاء اليمن ودول تحالف دعم الشرعية بانقاذ اليمن اقتصاديا عبر تقديم مناح فعلية ومساعدات تنموية تنتشل اليمن من وضعه الكارثية وليس مجرد عود تتلاشى في سراب الامنيات الكاذبة ومع اعلان التحالف اليوم استكمال الترتيبات لتنفيذ اتفاق رياض يتجدد امل الشعب اليمني في اصلاح كثير من الاختلالات التي يعاني منها وتوجيه بوصلة الصراع نحو الحدوى الاول وبدأ مرحلة جديدة من تعزيز مؤسسات الدولة وايقاف تداهر قيمة الريال وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين في المحافظات المحررة اشتركوا في القناة